السلام عليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول في مقابلة إذاعية مع أحد المثقفين يقول هذا السائل في مقابلة إذاعية مع أحد المثقفين لما سئل عن أمنيته قال أتمنى أن يكتشف العلماء علاجاً للموت السؤال هل هذه الأمنية فيها خلل في العقيدة لأنها اعتراض على أمر قضاه الله سبحانه على الخلق هذا من الكلام السيء القبيح فلا يؤبى به ولا يعبى به هذا يظهر أنه كلام سفيه هو نعم